أستاذ جمال من منظور أن الجانب التركي يعتبر منطقة الحكم الذاتي قصد ومسد وما إليها يعني أنها عدو وتمثل الخاصرة الرخوة من الجانب التركي وفي نفس الوقت قوات سوريا الديمقراطية لها علاقات تعتبر نوع من الطبيعية إلى حد ما مع الجانب مع النظام السوري فهل برأيك ممكن أن يلتقي النظام السوري مع تركيا لمحاربة الأكراد في هذه المنطقة أنا ما بقدر أحكي بالنيابة عن الأتراك لكن من خلال قراءة ومن خلال أمر واقع بمنطقة أخرى الأتراك عندهم طلب واحد من أكراد سوريا هو فك الارتباط مع سنائية بيدي بككي فيما عداها ما عندهم مشكلة مع الأكراد يعني وضع بالنسبة إلهم هم أعلنوها فعليا هم منفكين يعني أنك تقيم يعني شو مشكلتهم مثلا مع شمال العراق أو مع أقليم كردستان ما عندهم مشكلة معهم يعني علاقاتهم طيبة جدا بالتالي كيف يلتقي النظام مع تركيا بهذا الجانب باعتبار تركيا تطمح تطمح إلى هذه المواجهة الأتراك الجانب اللي بدون يناقشون هو الوجود الأكراد كأثنية بالمنطقة هذا أمر واقع موجودين بجنوب تركيا مشكلة الأتراك بالضبط مع سنائية بيدي بكيكي الأتراك عندهم مشكلة بأنه المنطقة الغير مستقرة اللي ما عليها سيطرة حكومية سورية هي منصة لإقلاق أو اختراق الأمن التركي فهذا يعني ما رح يسمحوا في الأتراك أنا بشوف أنه يعني الجانب السوري الجانب السوري إذا حسن يعني يتفهم هذه النقطة وزمان من 30 سنة تفهمها تفهمها تماما ونبنيت علاقات سورية تركية مثل ما تفضل الأستاذ سلمان يعني كان عرّبها الاقتصاد الاقتصاد يعني البسيط البيني وبعدين اقتصاد الدول فالبلدين مروا بمرحلة ازدهار اقتصادي جيد جدا لكن الوضع الأمني بتركيا ما بيسمح أبدا ببقاء منظومة حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري أما الأكراد يديروا منطقتهم بنفسهم هذا ما عندهم مشكلة الأتراك بتصور دكتور ما علي شي نقطة نحن من تابع المرحلة السابقة في مرحل من المراحل الجماعات السورية المعارضة التي تنضوي تحتها اللواء التركي بشكل أو بآخر قاتلت وحاربت الجانب الكردي لمصلحة يعني لمصلحة ما هل برأيك هذه المصلحة انتهت مدتها وأصبح لابد من بناء علاقة مع النظام السوري الذي هو أيضا كما تفضل طب بناء كيان سياسي في هذه المنطقة كان الأحرى يعني إذا بدي شرع بندقية سورية بإيد المعارضة كان الأحرى أنه تتوجه باتجاه التنظيمات داعش وما يماثلها يعني ولكن قصد حاربت داعش قصد حاربت داعش يعني بمظلة أمريكية والحقيقة يعني الموضوع أكثر من معقد لدرجة أنك تجي تعد تحلله بكلمتين أنا بقول اللي ما يسمى فصائل عسكرية سورية جيش وطني ولا جيش حر تحت أي مسمى لا تخرج بنظري عن مافيات نعم مافيات مأجورة للي بيدفع لها مما فيها التركي؟ منتفعة من المعابر ومن السيطرة على يعني على مؤسسات اقتصادية أو على يعني سروات اقتصادية وحتى على الآثار يا سيدي مهربين آثار موسمو ونفس الشيء يعني هذا موجود بمناطق قصاد موجود موجود فالبندقية السورية الحقيقة بندقية مافيوي اللي عم موجودة بمناطق ومصلحية وليس بمناطق الخارجية عن سيطرة النظام والمناطق اللي داخل منطقة النظام؟ بما فيها بما فيها منطقة الجولاني إدلب بمنطقة الشمال الغربي اللي بيسموه منطقة تحت سيطرة الأتراك منطقة الشمال شرق سوريا قصاد هذه البندقية بندقية مافيوية بتحارب بعضها بتقتل بعضها جميل يعني أنا بتذكر كان في شيء اسمه هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الحر موجودة بإدلب مستودعات بيجي واحد اسمه جمال معروف قائد فصيل وبتيجي جبهة النصرة وبيستولوا على مستودعاتها ومليانة زخيرة وأسلحة وهو إلى آخره مغير ما يقدروا حركوا ساكن وين راحوا وين باعت هاي الأسلحة تشكلت فيها مافيوية كان في راحب الدبابات بإدلب تحت ما يسمى لواء شهداء إدلب وين راح هذا وين اختفى البندقية تجهد بين بعضهم بالاتجاه الخطأ خليني اتجه بهالنقطة أستاذ سلمان هل تتفق بطرح أستاذ جمال فر أنه فعلا المناطق التي تسيطر عليها تركيا أو فيها سوريين فيها معارضين أنه فعلا هي بنادق مأجورة وفي نفس الوقت في المناطق التي يسيطر عليها النظام يوجد ميليشيات لربما الجيش السوري سابع جيش في سوريا بما فيها الجيش الإيراني الجيش الروسي العديد من الميليشيات الأخرى هل نستطيع أن نفصل هذه الجزئية عن هذه الجزئية أستاذ سلمان هل بالتأكيد الأرض السورية كلها أصبحت تحوي ميليشيات ومجموعات من خارج بعضها سوريا وبعضها غير سوريا يعني هذا أصبح معروف سواء بإدلب سواء مناطق قسهد سواء مناطق الحكومة السورية هناك معروف أن هناك تنظيمات الحجد الشعبي العراقي متواجدي هناك عزب الله متواجد لا هذا يستطيع يعني إنكران ذلك وبالتالي لكن اسمح لي أنا حضرتك لمحت إلى نقطة مهمة جدا وأنا برأيي يجب أن نضي يعني عليها قليلا هي موضوع صدام يعني أنا قناعتي وقلت ذلك في أكثر موسيلة إعلامية ناحد للغام الموجود بهذا الحماس التركي لتطبيع العلاقة مع سوريا أو لقامة القيادة السورية هو الدفع التركي باتجاه قيام صدام بين الجيش السوري وقصد أو بين الحكومي وبين الإدارة الزاتية وهذا أنا باعتقادي إذا حصل سيقضي على أي أمال بنهضة سورية هناك مشكلة بالتأكيد يجب أن تحل من خلال الحوار ومن خلال الحل السياسي للقضية السورية ككل مشكلة قصد ومشكلة الإدارة الزاتية تحل إذا حلت القضية السورية إذا كان هناك حل سياسي للقضية السورية تحل هذه المشكلة لكن إذا نجحت تركيا وأنا قلت هذا أحد الألغام الخطيرة في هذا الحماس إذا نجحت تركيا في الدفع باتجاه هذا الصدام يعني أعتقد إنه من الصعب أن يكون هناك قيامي ثاني لسوريا استاذ سلمان أنت كان لك في بداية هذا العام لقاء مع أعتقد مع مجلس سوريا الديمقراطية في حد مؤتمراتها يعني بإيجاز لو سماحت يعني كيف تخبر عن هذه التجربة يعني ونظرتك إليها أنا تواصلت أنا تواصلت ولا زال هنا تواصل وزرتهم في الرقة وزرتهم في حلب وعقدنا يعني اجتماعات وكان هناك نقاش يعني شفاف وصريح والحقيقة والحقيقة هم يعني دائما يؤكدون ويعيدون التأكيد على أنهم متمسكين بوحدة سوريا وليس لديهم أي نوايا انفصالية وهم يدركون ومن خلال تجربة البرزاني بالاستفتاء الشهير الذي قام به به بالعراق بأنه لا يمكن يعني ظروف قليم كردستان تساعد أكثر من ظروف مناطق الإدارة الزاتية على إقامة كيام منفصل والبرزاني قام باستفتاء وأخذ نسبة عالية الانفصال عن العراق وفشل في هذه المهمة لأنه يعني لا الوضع الاقليمي ولا الوضع الدولي ولا أي دولة تؤيد إقامة كيام منفصل أو بداية هذه الدول لأن أي دولة في المنطقة يتم تقسيمها سيكون هناك مثل الدومينو سيؤدي إلى تقسيم الدول الأخرى يؤكدون دائما أنهم متمسكين بوحدة سوريا وأنهم يسعون إلى الحل وأن يديهم ممدود إلى الجميع طبعا جولات الحوار التي قاموها مع الحكومة السورية كلها فشلت في تحقيق أي نتائج حتى الآن الحكومة السورية تتهم الوجود لأميركي بأنه يضاغط عليه هم يؤكدون بأنهم الأمريكا لا يتدخلون في هذه القضية مشكلة داخلية سورية ويجب أن تحل بالحوار ويدعون إلى الحوار ويقولون أن يعني لابد من حل سياسي للأزمة السورية والقضية السورية وعندما يكون هناك يقولون نحن لدينا تجربة تجربة الإدارة الذاتية نحن نطرحها للنقاج إذا كانت هذه التجربة تفيد سوريا فلماذا لا يتم تعميمها ما المانع من أن يتم تعميمها وإذا كانت لا تفيد بالنتيجة القرار بعد تغيير السياسي وبعض الحل السياسي